عيسك يا محمود على النهاردة أدوار محمد صلاح في الملعب وليس قيمة محمد صلاح محمد صلاح هو القيمة الأولى في م Chickabлин الوطني بس النهاردة أدوار كثيرة لمحمد صلاح في الملعب محمد صلاح النهاردة فيها قت كتير جدا مبارا كان بلعب رقم 8 يعني محمد صلاح كان بلعب نص ملعب النهاردة في شكل كان جديد جدا علينا احنا ولكن خلينا أقولك ان في أول ربع الساعة كان فيه مشكلة عند مصر في خروج بكور ضغط منتخب جزائري كان جامد جدا فالراجل أم عامل تغييرها كده بسيطة ونزل محمد هنا بص يا كريم ده في أول دلت دقائق خالص منتخب مصر يحاول يطلع بالكورة بص يلعب الكورة عطول زيزو ضغط جبير منتخب مصر كان يحاول يطلع على الأطراف ضغط جبير جدا منتخب الجزائر أول عشر دقائق كان الجزائر بتاخد كل الكور بتاعت مصر اللي بحاول تطلع بها من تحت دي كانت هاجمة خطرة جدا في أول تلت دقائق عشان مصر مش قد تطلع بالكورة كورة اللي بعدها نفس الكلام برضو هنا منتخب مصر بحاول يطلع بالكورة ضغط رهيب من سعيد بن رحمة على محمد هاني محمد النيني مقفول عليه كل زواية التمرير اللي في الدنيا زيزو معمول عليه دايما زياد عددية كورة تقطعت روحة لسعيد بن رحمة وتقطعت ليه منتخب الجزائر منتخب مصر فضل في نفس المشكلة دي فإيه الحل عندي بقى الحل بمنتخب بساطة إن أنا أجيب أعلى لعيب في منتخب مصر كله عنده كواليتي الاستلام تحت ضغط وأنه يبدأ يطلع الناس لأنه هو محمد صلاح مميز جدا جدا في استلام الكورة بص بقى هنا برضو محمد عبد الميناء ما يحاول يطلع بالكورة منتخب مصر نفس الكلام برضو فيه مشكلة في الخروج بالكورة ضغط رهيب على حمد فاتح على محمد النيني محمد عبد الميناء ما يحاول الحل بفردي برضو ولكن منتخب مصر فيه مشكلة تعال بقى نشوف بعد اللقطة دي أم على طول روي فيتوريا أم دخل بص برضو كانت هاجمة ممكن تكون خاطر للمتخب الجزائر أم محمد صلاح بقى نزل نص الملعب حاول يطلع عليه بص هنا قوة محمد صلاح استخد الكورة بص بقى يا كريم بص الاحتفاظ بالكورة واحد واثنين وتلاتة أخد فاول وهقف هي دي بقى قوة محمد صلاح وميزة محمد صلاح نفس بص محمد صلاح فينا يا كريم بلعب رقم 8 وزيزو هو اللي مسك الطرف بص محمد صلاح بيلعب فين هيتلعب له الكورة هيقدر برضو ان هو يحافظ على الكورة ويلعب الكورة هو على طول هينزل هو الحل بالنسبة لك اتحاول لعريب رقم 8 محمد صلاح اللي كان بيدفع في نص الملعب على فكرة بص أول ما تقطع منه محمد بص بقى يا كريم الكورة دي بص التحول وهنا ميزة محمد صلاح ام جاي موه للراجل خد وقطع بص بقى الهجمة تحولت بشكل تاني خالص لمنتخب مصر فالراجل بقى على طول بيلعب في وسط الملعب كنا بنشوف محمد صلاح بيلعب في النص أو في العمق في الكورة المرتدة لمنتخب مصر ولكن محمد بص يا كريم هناك الكورة دي كانت من أخطر الكور السونية اللي كانت ممتعة ما بين تريزيجي ومحمد صلاح نفس الكلام احنا كنا بنشوف محمد صلاح على طول في الحالة الهجومية على طول في نص الملعب بس اللي كان جديد علينا ان هو بينزل استلم الكورة نكمل الكورة وإحنا بنتكلم بص يا كريم هنا هتلاقي بالضبط برضو محمد حمدي ياخد الكرة نكمل الكرة جماعة وإحنا نكمل اللقطة هنا محمد حمدي واللي عليهم الاتنين الاسبوت دول تريزيجي ومحمد صلاح نكمل الكرة جماعة نكمل الكرة ماشي ما فيش مشاكل ده ده اللي أنا كنت بقولك عليه أن دايما محمد صلاح اتحول النهاردة طريقة لعبه أنه هو بقى ينزف نص الملعب كأنه بيلعب اللعي برقم تمانية ياخد الكرة ويطلع بها بعد ما هو كان بيتواجد في العمق فقط في الحتة بتاعة الناحل بص أول ما هو بص يا كريم تواجد محمد صلاح ده طبيعي وده اللي شفنا في كل المتشاط اللي فاتت وشفنا في فروي فيتوريا أن دزيزو هو اللي بياخد الخط ومحمد صلاح بيخش العمق ودزيزو بيقوم بالأدوار اللعي برقم تمانية ولكن اللي كان جديد إنه محمد صلاح بينزي اللي ياخد الكرة من تحت وقيمة محمد صلاح في الاحتفاظ بالكرة في أعتقد لسه فيه كرتين بص برضو يا كريم هنا محمد صلاح فين في وسط الملعب هو الوحيد اللي في وسط الملعب هو اللي في وسط الملعب وعلى فكرة بالمناسبة دي قبل الطرد كمان وان تو مع تريزي جي هو متنفس هتميل على محمد صلاح عشان هيلعب الكرة ودي آخر كرة في المباراة بص احتفاظ محمد صلاح السنس بتاعه في الباص اللي عمله لعمر مرموش بص يا كريم هنا بص الفيجن بتاعه عالي جدا جدا عمر مرموش قطع بشكل هاي والسنس بتاعه محمد صلاح فيه تلوها بكرة فقيمة محمد صلاح كلاعب كرة هاي هاتش قدر يتكلم عليها اكيد كلاعب كرة مية في المية